اعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الاماراتية عن تنفيذ عملية طيور الخير الاسقاط الجوي السادس عشر للمساعدات الانسانية والغاثية على شمال قطاع غزة وعتى ذلك بواسطة اطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة ويعد هذا الاسقاط الجوي هو الاكبر منذ انطلاق عملية طيور الخير حيث تم عبر ثلاثة طائرات حملت تسعين طن من المساعدات القذائية والاغاثية واجرت عملية الاسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول اليها شمال قطاع غزة فيما تتواصل عمليات الاسقاط الجوي على شمال قطاع غزة لعملية طيور الخير الانسانية في اسقاطها السابع عشر على القطاع والذي تم خلاله اسقاط تسعة وسبعين طن من المساعدات الغذائية والاغاثية ليصل بذلك اجمال المساعدات التي تم اسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير الى سبعمائة وثلاثة واربعين طن من المساعدات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة